النهاردة بقى في القصة انت مش حاسة انه هو في فجر انه زودها قوي يعني هي اللي جابت لنفسها زي ما هما بيقولوا الفقر لما طاعتوا لي هيكلم خطبته القديمة اكيد بيحبها اكيد عايزي رجع لها انا حاسة انا حاسة انه هو بيحن للماضي انا حاسة انه هو حاسة ان في حاجة غلط وحاسة انه هو مش عايزي تجوز يعني فالولد ده مش عايزي مش عيدل انا بعمل في نفسي كده اه طبعا بجدت بتدي احق لنفسك هو مش عايزني هو مش عايزني انا اصلا مش شايفة وهو مش شايفني طبعا لو انا حتا اقول هو بيحبيني وبيحبيني ومشيستيبني عمرو ما هيسبني غدا لا اه بجدت اه طبعا عمرو ما حيسبني ليه علشان انا فيه وفيه 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 انا شوفت نفسي هو مش هيسيبني ليه عشان أنا بعمله كذا وكذا وكذا وهو معجب بيه قوي يعني أقول لنفسي لكن ما أقولوش هو أنت ما كنتش تحلم بربعي ممكن نقولها دي وساعاتها هيبقى مبسوك جدا هو بيسمحها منك ليه علشان هو شاف أنك أنت شايفة العلاقة ما بينك وبينه وبتبقى غيرة وحب يعني بيبقى من كتر ما أنا أحباك أنا عملا بشكر في نفسي جدا تحبني زي ما أنا بحبك ساعة مش هيب تبقى كده لك ما تبقى شوحاشة أنه معايرة أو أنت بتقللي منه أو 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 لا 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 وبعدين معلش صارق هي أصلا فين التقدير الزاتي بتاعها وفين التقدير الزاتي بتاعه بس هل يبقى فيه تقدير زي في مشكلة على فكرة ليها وليه هل يبقى فيه تقدير ذاتي لو أنا جيت قلت له حبني زي ما بحبك أو أنت مفروض تحبني أنا باخد بالي مثلا من كذا وكذا وكذا حاجات أنت بتحبها ده ما يقللش مني؟ أو من التقدير الزاتي؟ لا طبعا أنا عارفة أنا عايزة إيه وأنا بتكلم فأنا عايزة أوصل الهدف معين أنا محددة بسعر ده ما يقلش مني بسي أريك لو قلتوا أنا ببقى طايرة وإنت بتكلمني وببقى سعيدة ومستنياك ويومي بيبقى كله نشاط وحيوية والدنيا بتبقى وردي هل هو قدر ده؟ هدفي الأساسي أن علاقتنا تستمر مش هدف هي مشكلتها في أن هي إيه؟ كان هدفها الأساسي أن أنا أكون مبسوطة وسعيدة طفل مشاعر معين أنا كرأيي الأغلبية في مجتمعنا بقول غلي نفسك يعني مش أنا اللي هقول لك كلمني عشان أبقى مبسوطة مكلمنيش تحور وفي ناس تشوفها أنه إيه ده أنت كده بتضيعي من إيدك أو أنت كده مش عارفة إيه لا أنا كده بعزز نفسي لا والله عايز تتكلم يعني لما عملت آخر فقرة إن هي قالت أنا معاملة بالمثل عجبتني مش ده صح صح وجابت من الآخر عرفت في الآخر بس إزاي المعاملة بالمثل إزاي المعاملة بالمثل يعني الحب بالحب المواد ده بالمواد الحب بالرحمة الرحمة بالرحمة غير كده ملكش عندي ولا حاجة من دول بصي والاهتمام بالاهتمام كلمك كله صح من ناحية الحياتية الطبيعية بس أنت علشان تفسريها من ناحية فعلا العملية اللي هو الحاجات الصح اللي المفروضة هي تحصل في العلاقة يعني إيه الحب بالحب يعني إيه العشرة ويعني إيه كل الحاجات ديت الحاجات ديت يعني معناها كون أنا عارفة كويس قوي يعني بالنسبة حتى اللي هي لصحبة القصة أنا عارفة إن لغة الحب بتاعته هي التواصل عارفة إن هي تكريس الوقت هو لغة الحب بتاعته الأكل الجيم اللي مش عارف إيه اللغة الخدمية هعمل لك وعمل لك وعمل لك حتى وانا وهو بيكلمها أنا حاسس إن أنا بعمل لك حاجة عمدة جدا لما بكلمك بقعه عشان كده هو بيكلمها عشان هو حاسس إن هو بيعمل لها خدمة بس هي أصلا أخداء لأنه هو إيه تحاور معها بس هو ما فيش إنساط منه ليها اللي هي عايزة يعني مفروض نعلم الجيل الصغير ده الكلام ده إزاي طبعا ضروري إرشاد الزواجي ده ضروري جدا ده بيقولك طالما إحنا روحنا دلوقتي الدكتور يبقى إحنا ست الناس هننتهي في أحلى محكمة فيك يا محكمة الأسر إحنا مش دكترة لو إحنا معرفناش نحل ما شكلنا لوحدنا ندخل دكترة ما بيننا ليه مراصين إحنا مش دكترة أو استشاري بس استغنوا عننا وخليكي كده أنت وهو وهو يعني جادعين واستغنوا عننا بس ما تدخليش مع محكمة ما تتطلقوش أنا روح عن دهم كومي ورسمع منهم هيقولوا ما تتعبوش ولادكم معاكم وأنتو كده طبقوا جادعين أنتو كده طبقوا صح يعني دول مش محتاجين لو هم عارفوا يحلوا ما شكلوا من وحدهم مش حيعرفوا يحلوا ما شكلوا من وحدهم ليه يا غادر والله ما حيعرفوا خمسين في المائة من الزواجات دلوقتي بيتطلقو والخمسين في المائة ده بيضربوا بعض في الهانيمون وبيعانوا ده أنا شفت المحدش شايفه طب ليه يدهلوا علي يا جمع ولا الناس تحب تحكيلي قوي أنا ما إلي أنا بالكلام ده أنا إلي اللي عمل فيه كده طبق أخد قصة حقيقة لك أنا شوف الحقيقة بقى على الواقع بيضربوا بعض في الهانيمون تتجننتوا يعني إيه يعني إيه وحتى لو هزار ده يعني إيه الاستيمات اشتغلت معاهم العنف وكده كل دي مخاططات من الصغر في حاجة وانا بدردش ما تحكموش فيها من الأول يعني عشان هم ونهما صغيرين كانوا أهليهم بيضربوهم فهما بيطلعوا بيضربو يعني آه مجان؟ آه طبعا ممكن يا طنت ما ضربيش بلاش الأهلي بيدربو هما كانوا في المدرسة كانوا بيدربوهم بعض وما فيش حد أصلا بيقول لهم لأ طبعا لأ أنا كان بابي ومامي بيسيبوني قدام التليفاجين وأفلام العنف أو أنا كنت باتفرج كتير مع بابي وهي بنت مثلا مع بابي على أفلام فيها عنف كتير طيب مهوكي ما إحنا كده ربنا العنف إحنا دينا لهم المثال اللي هم يحتزوا بي فالعنف ده شيء طبيعي اللي هم يحتزوا بي